موسيقى 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 اشتركوا في القناة هنا نأخذ كرة حديدية والحلقة نضع هذا الميزان نقلبكم كاميرا لكي تقرأوا الميزان لديك 65 إذا ما بين 60-70-10 50-60-70-80 يعني القصوم على الجيش إذا كانت تدريجة تدريجة 65 هذه الكرة هذه الكرة باليدة نأخذ هذه الكرة معدنية ونأخذها ونأخذ الحلقة ونحاول ندخل الحلقة في الكرة المعدنية تلاحظوا أن الكرة تختارق الحلقة بسهولة نأخذ هذه الكرة معدنية نسخنها ونأخذ نفس التجربة ونفعلها ونفعلها في الحلقة سوف نسخنها في الساخن ونسخنها فى البطاة ونأخذها ونفعلها في هذه الحلقة نحن نلاحظ انها لم تختارق الحلقة اذا سوف نشرح لكم اذا نضع الميزان وننظف الميزان كاميرا لم تتغير عندما كانت الكرة بالدة كانت تخترق الحلقة ومن سخنها يعني اتفعت درجة الحلالة لم تخترق الحلقة نقول انها تمددت يعني ما معنى تمددت يعني ازداد حجمها بنسبة الكتلة الكتلة لا تتغير قبلها وبعدها تتسخين قبلها وبعد تتسخين الكتلة سنحافظ هذا ما نحن ندرس اليوم هو الحفاظ الكتلة وعدم الحفاظ الحجم بالطبعين در ارتفاع درجة الحرارة اذا هنا احداكم هذا النموذج سوف ندروا التفسير باعتماد على النموذج الدقائق اذا قبل التسخين نimmen فشته الدقائق قبل التسخين بعد التسخين المسافة بين دقائق المادة الصلبة تزداد المسافة الفاصلة بين دقائق الكتلة لا تتغيير لأن عدد الكريات لا تتغيير لأن الكتلة لم تتغيير نحفظ الكتلة وعدم نحفظ الحجم عند ارتفاع درجة الحالة إذا تجربة تخص الحالة الصلبة نحفظ المسافة في الصفر نحفظ القارورة ماء ملون ماء ملون نحفظ المسافة في الميزان الأمور سوف نقرأ أجزاء الكتلة كما سوف نقرأ الأمر سوف نضيف سيارة ماء مادي سوف نضيف سياسة في الماء الساخن ونرى ما أحفظ وضع القرورة الماء في الماء ملون أضع القرورة وضع القرورة الماء بعد مرة زمنية تصاعد الماء في الأنبو بعد مرة زمنية تصاعد الماء في الأنبو نضع الماء في الميزان ونرى الكتلة تغيرت 425 جرام الكتلة لم تتغير ولكن تصاعد الماء في الأنبو يدل على تزايد الحجم تزايد الحجم عند ارتفاع درجات الحرارة نرى التفسير نموذج الحرارة السائلة قبل التسخين ترى الجزئة متقاربة تتزايد الماسافة الفاصلة بين الدقائق تتباعد جزئات فيما بينها تتزايد الحجم أما بالنسبة للعدد الكوريات أو عدد الجزئات فإنها لا تتغير كيف يبقى العدد لذلك الكتلة لا تتغير أثناء ارتفاع درجة الحرارة نضع قرورة البلاستيك لديها الهواء نضع فيها نفاخ ونضعها في الميزان لنضع الميزان نقوم بسرعة الكتلة مثل الميزان نقوم بسرعة ماء لنقوم بسرعة كاميرا بسرعة 250 غرم نضع بسرعة ماء 250 غرم نضع سخنها بسرعة ماء بسرعة ماء أو بسرعة ماء هناك نضع قرورة الأخصر إذا كنت نفخه نلاحظ أنها تمتلئ بالهواء نلاحظ أنها بدأت تمتلئ بالهواء نلاحظ أن الهواء في القرورة يسخم يريد أن يخرج من الفوهة و يتعمل في نفخه الهواء نضعها في الميزان وضعها في الميزان نرى أن الكتلة لم تتغير كما هي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر